للسيطرة على دوار النعم في الرقة مذاق مختلف يعزز نشوة النصر الكامل على تنظيم داعش في أبرز معاقله الرقة فالساحة الواقعة وسط المدينة لطالما عرفت بدوار الجحيم خلال سنوات احتلال داعش بسبب ما أنزله عناصره من عقوبات وإعدامات جماعية وميدانية فيها بكل من يخالفهم الرأي ولم تكن نشوة التحرر من سطوة داعش أوضحة مما هي عليه لدى سكان الرقة وهم يستقبلون قوات سوريا الديمقراطية استقبال الأبطال الفاتحين لم يكن أعلان الرقة مدينة محررة بالكامل من تنظيم داعش مفاجئا فقبضة التنظيم حسرت فيها بالطراض منذ أعلان قصد معركة تحريرها قبل أربعة أشهر ونيف وبات المقاتلون الأجانب في التنظيم ومنذ خروج أقرانهم السوريين من الرقة بموجب اتفاق أبرمته قصد مع شائر المنطقة محاصرين داخل مبنى المستشفى وفي الملعب الأسود مقاتلون يؤكد المرصد السوري لحقوق الإنسان وقصد استسلام بعضهم للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي يقود معركة تحرير الرقة معلوماتنا تتحدث عن عدد تقريبي يتراوح بين 300 إلى 400 مرتزق ما زالوا متباقين داخل المدينة بعد أن انتهت مبادرة وجهاء والشيوخ العشر العربية هذا العدد التقريبي الذي كان بين يدينا اشتبكت قواتنا في أكثر من محور وكان هناك الكثير من القتلى وأيضا هناك مجموعات سلمت نفسها ويمثل تحرير الرقة هزيمة معنوية وميدانية بارزة لداعش فهو قد أعلنها عاصمة لخلافته المزعومة التي تآكلت أراضيها وتقلصت بالطراط في كل من سوريا والعراق خلال الأشهر الماضية إلا أن ثمن الانتصاري كان باهضا فالمرصد السوري يتحدث عن مقتل أكثر من ألف مدني خلال معركة تحرير الرقة كما تطرح إعادة إعمار المدينة التي لحق بها دمار كبير تحديا للمجتمع الدولي تحدي يشغل بال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة التي أعلنت أن الرقة ستسلم إلى مجلسها المدني الذي يضم قلة من الأكراد بعد التحرير ويؤكد صحفيون أجانب في الرقة أن جهود إعادة إعمار المدينة كانت محور المباحثات التي أجرها مبعوث الرئيس الأمريكي إلى التحالف الدولي بريت مكجيرك برفقة الوزير السعودي ثامر السبهان مع مجلس الرقة المدني خلال زيارة أجريها إلى المدينة ترجمة نانسي قنقر